تضغط تك يجي المصعد كل واحد واقف بعدك رجال مع زوجته والمصعد كبير تدخل انت المصعد تقول اتفضل يقول لا ارح يعني احيانا مدري هو انت تحس انك انت غلطان او غلطان هذه واحدة تلفت انتباه شي الثاني حين تجي عند المصعد ترقى زر مضغوط يجيك اضغط الزرين تقول لا يا اخوي ما عليش انت طالع فوق و نازل تحت يقول لا انت نازل تحت طيب ليش تضغط هذا اللي فوق كان يرجع لأي واحد تجي نطلع ثقافة المصعد عندنا للأسف صفر او تركب حرم المصعد تجي نتركب المصعد تطلع ليش تطلعين يموي ترى احنا في بلد فيها النظام وهذه ما بخلوة شرعية ترى احنا في مبنى حكومي او في مستشفى الله يبعدانكم كل تعب ليش في ناس تستغربها صراحة هي لو تجي عند المصعد او الشي الاسوأ تجي عند المصعد وتجي تلك الحرمة توقف تضغط المصعد تركب هي قبلك لا ركبت انت كانت وسبحت الانزل طيب انا واقف قبلك اذا انت فارتها بهذا انرى انا واقف قبلك ما في شي اسمي lady first اذا الشخص اللي قدامك ما يعرف الاحترام اعتقد انت ايضا يجب تعامله بالطريقة اللي تناسب طريقته انه في ناس ما ما تعرف خصوصا في المستشفيات لما تجي تضغط الزر وتواقف تلقى في الناس تدخل وتوا ما اطلعوا الناس اصبر طيبة بحلال ترى ملطاير هو مصعد اصبر او يدخلون الناس وشوفون كواقب قبلهم انا هذول الناس صراحة احس احد امرين اما ان عندهم خلل او انهم يعني عبيط يعني تعالي رجال ما عليك لان فعلا بعضهم ما يعرفك يدخل رجال ما يعرفني مش بس بس لو يعرفك ممكن يكون لطيف شوي هذي الاشكال انا صراحة يعني سأمت منهم خصوصا عند المصاعد لا بعض الحريم ولا بعض حتى بعض الرجال الاسف يجيك كده يقولك انا قبلك واقف انا احيانا صراحة يقول يا اخوي حنا عندنا موعد متاخرين طيب وحنا انا جايني مش موارده ولا ولا نغسل الموعين ترا عندنا